تفاصيل جديدة وصادمة تتكشف في قضية الاب الامريكي الذي اجبر ابنه الذي لا يتجاوز السادسة من عمره على ممارسة الرياضة حتى الموت كريستوفر غريغر قال خلال محاكمته انه خرج من غرفة الطوارئ بينما كان ابنه يحتضر وتركه يموت وحده غريغر انهار باكيا وزعم ان الالتهاب الرئوي هو الذي قتله وليس جلسة الصالة الرياضية فيما شهدت ممرضة انه ترك ابنه ليموت مع الغرباء وكان بلا عاطفة اثناء زيارة غرفة الطوارئ وبعد عشرين دقيقة فقط من اعلان الوفاة اظهرت لقطات كاميرات المراقبة الاباء وهو يغادر المستشفى مقطع فيديو مراقبة اظهر غريغر وهو يمارس تمرين لابنه في مركز لللاياقة البدنية في العشرين من مارس 2021 بزعم انه يعتقد ان ابنه سمين جدا غريغر وضع ابنه على جهاز المشي وزاد من السرعة والانحضار حتى سقط الصبي وشهد غريغر وهو يلتقطه ويعيده الى الحزام لكن الطفل يسقط مرة اخرى ويستمر في النضال من اجل الاستمرار حتى يخفض والده السرعة في النهاية ويمنحه فترة راحة لينتهي المطاف بابنه في المستشفى ويفارق الحياة بعدها المدعون قالوا ان سوء معاملة والده هو الذي ترك الطفل يعاني من اصابات داخلية كلفته حياته في النهاية بعد اسبوعين من التمرين المؤلم واظهر تشريح الجثة ان سبب الوفاة اصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع انتهاب حد وتعفن الدم فيما لم يتم الحكم بعد على الوالد في قضية مقتل ابنه اشتركوا في القناة